قبل ما ندخل على أولى الفقرات ودرع أديب لما المنطق يغيب عايز أقول لكم النهاردة المنتخب الوطني بيواصل تدريباته بعد ما نضمله لعبه النادي الأهلي عضاء المنتخب اللي اختارهم الكابتن حسام حسن وحيسافروا كمان يومين إن شاء الله تعالى إلى الرأس الأخضر للقاء فريقها في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية البطولة اللي المنتخب تقريبا ضمن التآهل إلى نهاياتها اللي هتقام في المغرب نهاية 2025 لما الجزئية المهمة اللي لابد أن نشير إليها الآلف التزامه بالأجندة الدولية اللعيبة بتروح في الموعيد المقررة في الأجندة الدولية ودي نقطة نظام مهمة جدا أتمنى إن الكل يرعيها بعين الاحترام والاحتراف لأن اللعيبة تبقى لعبة مرشات كتيرة لما يكون عندها فرصة لالتقاط الأنفاس يوم أو يومين ما تستكترش عليهم الكلام ده يأخذوا اليوم أو يومين ويروحوا في معاد الأجندة الدولية شأن كل اللعيبة من كل الدول بالذات لأنه ده قرار الفيفر فيجي النادي الأهلي يلتزم إنه لعبته تنضبط وتروح في الموعيد المقررة فيعتقد البعض إن الأهلي مش عايز يتعاون مع الجهاز الفني للمنتخب بالعكس لأنه عنده كل التعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وبيقدم لها كل المساعدة بس على الكل يلتزم بالنظام والموعيد دي ما تزعلش حد وأتمنى إنه تنتهي نغمة إن أنا لما ألتزم وانضبط بالموعيد المقررة يتفهم إن أنا بغلس أو برخم أو مش عايز أتعاون بالعكس التعاون في إقرار النظام وفي الحفاظ على حالة اللعيبة لأن أنا لما بحافظ على الحالة البدنية للعيب بتاعي هو أساساً خدمة للمنتخب وللنادي مع بعض فياريت نقطة النظام دي في البداية نخطها في الاعتبار ترجمة نانسي قنقر